خرج آلاف المتظاهرين وسط العاصمة الجزائرية الجمعة للاحتجاج ضد ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليق لولايات خامسة في انتخابات الثامن عشر إبريل المقبل واستخدمت الشرطة الغاز المسيرة للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين من محيط قصر الرئاسة الجزائرية وانطلقت التظاهر مباشرة بعد صلاة الجمعة من عدة مساجد نحو ساحة أول مايو بوسط العاصمة الجزائرية ثم سار الآلاف نحو ساحة البريد المركزي عبر شارع حسيب بن بوعلي وردد المتظاهرون شعارات لا بوتفليق للسعيد في إشارة إلى شقيقه السعيد بوتفليق الذي يتم الحديث عنه كخليفة للرئيس ورددوا شعارات تطالب برحيل بوتفليق إضافة إلى أغاني معارضة للحكومة عادة ما يرددها المشجعون في الملعب كما دعت حركة مواطن المعارضة إلى الخروج في مظاهرات ضد ترشيح الرئيس المنتهي ولايته يوم الأحد 24 فبراير الموافق لذكرى تأميم شركة المحروقات في البلاد عام 1971 وكان بوتفليق أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر لإجراؤها في الثامن عشر إبريل المقبل تلبية لمناشدات أنصاره متعهدا في رسالة للجزائريين بعقد مؤتمر للتوافق على إصلاحات عميقة حال فوزه وقبل ثلاثة أيام أعلنت قوى المعارضة خلال اجتماع لها بالعاصمة لبحث الاتفاق على مرشح موحد لانتخابات الرئاسة دعمها للاحتجاجات الشعبية السلمية كما حذرت السلطة من مواجهة المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري في التلاهر والتعبير عن رفضهم لاستمرارية الوضع الحالي في مقابل دعوات التلاهر لاحظ الكثير من الجزائريين تذبذبا واضحا في تدفق الإنترنت صباح الجمعة عشية المظاهرات المرتقبة الأمر الذي جعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يبدون امتعاضهم من هذا التصرف البدائي وآخرون علقوا على ما جرى بسخرية وفي حين تبرأت وزارة الاتصال والتكنولوجيا من القطع شبه التام للإنترنت لجأ المستخدمون إلى تقنيات أخرى تسمح بتغيير عنوان الـ IP للتمويه على مكان الاتصال بالإنترنت